يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ترجمة نانسي قنقر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صروات الله وسلامه عليه وعلى من تبهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبس منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه واعلموا أن للإسلام مباني عظام وأركاناً كبار ومن مبانيه العظام ومن أركانه الكبار ثالثة الأركان الركن الثالث في الإسلام الزكاة الزكاة هي الركن الثالث في الإسلام لا يقوم إسلام عبد إلا بالإتيان بهذه الأركان فالركن هو ما توقف وجود الشيء على وجوده وكان جزءاً من ما هي الشيء فلا يتم الإسلام لعبد إلا بالإتيان بهذه الأركان وهي جزء أصيل من الإسلام دل على ذلك حديث جبريل المشهو الذي جاء يعلم المسلمين بحسن السؤال جاء يعلمهم دينهم فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرني عن الإسلام جبريل عليه الصلاة والسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت والحديث متفق عليه وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه بهذه المكانة السامية وبهذه القمة المرموقة تربعت الزكاة على أركان الإسلام ولم يفرق الله جل وعلا في كتابه الكريم بين العبادة البدنية الصلاة وبين العبادة المالية وهي الزكاة فلم يأتي توجيه من الله جل وعلا بإقامة الصلاة إلا وهو مقرون بإيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لذا كان الموقف الفز الكبير الذي دونه التاريخ لأبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه حين منع قوم زكاة أموالهم قال مقالته المشهورة الذي أسمعت سمع الزمان وكانت من مواقفه العظيمة فحين امتنع قوم عن أداء الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال مقالته والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا شاة صغيرة وفي هواية عقالا الرباط الذي يربط به البعير والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لم يكن أبو بكر رضي الله عنه ببعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو المتبع والمقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم موقف أبي بكر رضي الله عنه نابع من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام متفق عليه لا يعرف التاريخ لا يعرف التاريخ الإنساني دولة تجرد الصيوف والقتال حماية للطبقات الفقيرة في المجتمع ودفعا للعوز والاحتياج الذي يصيب الفئات الضعيفة لا يعرف التاريخ نظيرا للدولة الإسلامية التي كان فيها القتال لسد حاجات الفقير لمن امتنع عن أداء حق الله عز وجل ومنع الفقير والمسكين حقه الذي أوجبه الله عز وجل له جاء التحذيب الشديد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترهب من الامتنع عن أداء الزكاء جاء وعيد عظيم ففي كتاب الله عز وجل توعد الله عز وجل الكنازين الذين يكنزون الزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والكنز في قول جمهير أهل العلم وكل مال لم تؤدى زكاته فقال الله جل الله سبحانه والذين يكنزون الزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والسنة تبين القرآن وتفصله فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار الذهب والفضة تحول إلى صفائح يحمى عليها في نار جهنم إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النه ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الغناية والكفاية فقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب مال لم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع والشجاع هو الذكر من الحيات إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع أقرع سقط شعبه من كسرة صمه له زبيبتان نقطتان سودوان فوق العينين وهذا أخبص أنواع الحيات له زبيبتان يأخذ بله زمتيه أي شدقيه أي شدقيه يقطعهما تقطيعا وهو يقول له أنا مالك أنا كنزك وتل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ولا يحسبن الذين بخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أيها المسلمون إن الفقر قرين الكفري استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إن يعوذ بك من الكفر والفق وعوذ بك من عذاب القوم لا إله إلا أنت الفقر يعني الحرمان المدية الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم نفسه أن يسد جوعته أن يروي الزمأ أن يكسو بدنه لا يجد حاجاته الأساسية هذا الفقر يستهدف بالضرجة الأولى يستهدف الإيمان ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه قارين الكفري لأن صاحبه له نصيب كبير من اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل والسقط والاعتراض على المقدوم له من ذلك الحظ الأعظم يستهدف التعليم الفقير كيف يتعلم أو يعلم أولاده كثير من الطبقات الفقيرة تخرج أولادها من المدارس حتى تعمل في مهن تساعد رب الأسرة في كفاية حاجاته إذ لا يجد شيئا مدمر للصحة فالتلازم بين الفقر وبين المرض في المنظومة المشؤومة الفقر والجهل والمرض لا محالة تفشي الأوبئة والأمراض في الطبقات الفقيرة بل ما يعرف بالجريمة الفقيرة في مصطلح أهل في مصطلح الناس التي تعني سيقة أموال الناس قتل الناس ظلما الاعتباء على أموال الناس الخطف والنهب الذجوة الاستلاء على المال العام الجريمة الفقيرة التي تكونوا بسبب الفق نتيجة حتمية لهذا الفق ومن ثم لا يعيش الناس في سلام بينهم ينقطع السلم بين الناس والتجمعات التي تعيش في العشوائيات وفي العشش التي لا تجد مسكنا ملائما لها يؤدي ذلك لمحالة إلى انتشار المخدرات والأخلاق الدنيئة والتسفل والرزالة وما لا يعلمه إلا الله عز وجل فلهذه الأسباب كلها استهدف الإسلام الفقر في عمق الداء استهدف الإسلام الفقر استهدفوا بهذا النظام العظيم الدقيق نظام الزكاة الذي لم تعرف البشرية نظاما كاملا مثل نظام الزكاة ولا تعرف الأديان قبل الإسلام نظاما محددا وفريضة مفروضة مثل الزكاة كانت الزكاة قبل الإسلام كانت الزكاة قبل الإسلام أدلتها أدلة تدل على العطف على الناس والإحسان بينهم فقط هل هي محددة؟ هل هي معلومة؟ هل لها أنصبة؟ هل لها أنواع؟ لا 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 لم يكن ذلك إلا في هذه الشريعة الغراء ولأن الله جل وعلا يعلم عظم ما يترتب على منع الزكاة لم يجعل الله جل وعلا الزكاة تابعة لأهواء الناس ولا لأطماع الطامعين في أموال الناس ولا لأهواء المبدلين للشرع تولى الله جل وعلا قسمة الزكاة بنفسه وبيان أنصبتها وأول أنصبت الزكاة بيانها الله جل وعلا في آخر صور القرآن نزولا صورة التوبة آخر الصور التي نزلت صورة التوبة فقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كافر الذي تؤلف على الإسلام أو حديث عهد بالإسلام والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب عتق الرقاب والغارمين المدينين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل المسافر الذي لا يجد مأوى يؤويه ثمانية مصارف أول هذه المصارف للفقراء والمساكين ليست الزكاة تابعة لأهواء أحد لا يشهد فيها أحد ومن صرف الزكاة في غير الزكاة وفي غير هذه المصارف السمانية لم تكن زكاة شوعية ولا يقبلها الله عز وجل لأن الزكاة عبادة لا يقبل الله عز وجل من العبادات إلا ما شرع ووفق ما أنزل وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات ليست مطلوكة لأهواء الناس من استحسن شيئا فعلا لا من شروط قبول العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن العمل أصوابه الخالص لوجه الله والموافق للشوع الصواب أصوابه أخلصه أحسن عمل أخلصه وأصوابه عباد الله هناك أهداف عظيمة جدا للزكاة كثير من الناس يسيء فهم الزكاة وأيت والله أناسا من هؤلاء وأيت أناسا وسع الله عز وجل عليه هو يعتقد أنه في آخر العام إذا أخذ بعض شيء من ماله هو ليحسبوا شيئا إذا أخذ شيئا من ماله اشترى به بعض الملابس أو بعض القمش فأدى ما عليه أخذ شيء أي شيء مفهوم خاطئ عند كثير من الناس هو يعتقد أن الزكاة منحة لا يعلم بأنها فريدة مفروضة كالصيام وكالصلاة والصيام لا يعلم ذلك ويعتقد أنها ليس لها نظام ولا شيء يأخذ شيء من ماله ويخرجه ويظن أنه أدى ما عليه ممكن تكون زكاة بالملايين ويخرج عشرة ألاف عشرين ألفا ويظن أنه قد أدى ما عليه ويرى هذا أيضا كثير فهم خاطئ جهل بأحكام الدين يعرض نفسه لوعيد عظيم ولإهلاك للمال الشائعة فقط لم تجعل على منع الزكاة وعيدا أخرويا فقط لا جعلت هناك عقوبات قدرية على من يمتنع على الممتنعين عن أداء الزكاة وعقوبات شرعية وقانونية أما العقوبات القدرية فبيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين المجاعات والجذب والقحط الذي يعيشه الناس في هذه الأيام لتيجة مثل ذلك والحديث رواه الطبراني ورواته ثقات وقال عليه الصلاة والسلام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء المطر تسمعوا الناس الآن يصلون استسقاءوا نحو ذلك بسبب الجذب والقحط وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا رواه أحمد وأبو داود والبيهقي أما العقوبات القانونية فحديث النبي صلواته والشرعية حديث النبي صلواته الله وسلامه عليه من يقول عليه الصلاة والسلام من أعطاها مؤتجرا يعني طالبا للأجر فأجره على الله ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء فإن أخذوها وشطر ماله ونصف المال عقوبة شرعية لذلك الزكاة ليست مطلقة لأهواء الناس الزكاة يا عباد الله لها أحكام شرعية الزكاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل مالك لنصاب المال والأنصبة مختلفة بحسب الأموال كل مسلم بالغ عاقل مالك لنصابها لنصاب الزكاة وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون في أصح قولي أهل العلم والذهب والفضة لها أنصبة محددة في الشيعة تحسب الزكاة حساباً دقيقاً فالزكاة المفروضة على المال والذهب والفضة هي ربع العشر اثنان ونصف في المئة يجب أن يحصر المال حسراً دقيقاً ويعطى منه ربع العشر لو لم يفعل ذلك اجتمعت الزكاة بالمال دخل في الوعيد العظيم وأهلكت زكاته المال لأن الله جل وعلا يقول عن الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هي تطهر النفس من الشح والبخر والنفس مجبولة على الشح والبخر قال الله تعالى وحضرت الأنفس الشح هي مجبولة على ذلك فيأتي النظام الزكاة يطهر النفس من هذا الشح والبخر ويطهر المال ويزكيه وينميه خلافاً لما يعتقده كثير من الناس ولذلك من عجائب أمر الله جل وعلا أن وازن الله عز وجل بين الربا الذي فيه نماء للمال ظاهر وفيه نقص حقيقي للمال وبين الزكاة بين الربا الذي فيه نماء للماء ظاهر ونقص حقيقي الربا وبين الزكاة التي فيها نقص ظاهر لكنها زيادة حقيقية في المال فقال جل وعلا فآتذ القرب حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقال الله تعالى وما آتيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله إياك أن تعتقد أن الربح يربوا في مالك الربا سيهلكك ويهلك رأس المال لأن المرابي محارب لله سيقال له يوم القيامة خذ سيفك حارب رب العالمين يا أيها الذين من اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الزكاة نماء للمال وطهرة للنفس تطهير لها فالذهب والفضة يجب فيه الزكاة الزكاة متى بلغ نصاباً وهو خمس وثمانون جرام فيما تعرفونهم من الوزن فيقوم أو ستمائة جرام من الفضة يقوم المال يرى أي نصيبين أقل فإذا بلغ المال هذا النصاب واجب فيه الزكاة ومر عليه الحول وهذا الشرط الثاني في الزكاة هذا بالنسبة لذكاة المال والذهب والفضة والتجارة داخلة في المال التجارة قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يجب إذا بلغت عروض التجارة الصلع هذا النصاب من المال ومر عليها السنة يجب عليها أن يخرج زكاتها ويخرج زكاتها والربح وحول الربح وحول رأس المال فيخرج زكاة الجميع في نهاية السنة لو تأمننا الشرع نجد أن الأموال الزكاوية تنوعت زكاة في الزهب والفضة علمنا نصيبه زكاة في الزروع والثمار وآت حقه يوم حصاده ويقول عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العش نصاب محدد قيمة فيما سقط السماء العش وفيما سقيا بالآلة نصف العش شريعة غراء وازنت بين مجهود الناس فجعلت نصف العش وما نزل من السماء المجهود أقل فيه العش والثروة الحيوانية يجب فيها الزكاة بأنصبة محددة في السنة بيانها النبي صلوات الله وسلامه عليه في الإبل والبقر والغنم كل شيء في الزكاة محدد والركاز وهو الخارج من الأرض ثروة معدنية يقول عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس والحديث في الصحيح هكذا كانت الزكاة ليست مجرد بضعة جنيهات أو بضعة آلاف أو كيلة أو كيلين يخرجهم الفقير من مال دون أن يحسب أبداً الزكاة لها نظام مالي دقيق يحسب ولا تبرأ الزم إلا بالحساب الدقيق وإخراج الزكاة قبل موعدها والزكاة واجبة على الفور إعلم ذلك متى حل وقتها لا يحل تأخير الزكاة عن وقتها وإلا دخل المؤخر لها دخل في الوعيد الذي جاء في مانع الزكاة أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكون الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلواته الله وسلامه عليه وعلى من تبه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الزكاة نظاماً فريداً لم تعرف البشرية مثلها هي نظام مالي اقتصادي يعمل على استثمار الأموال وعدم كنزها وعلمنا الذين الوعيد الشديد في الذين يكنزون الأموال ولذلك جاءت الخطة المحكمة أن تفرض على الأموال نصيباً محدداً كل عام يتكرر كل سنة وهذا سيدفع أصحاب الأموال وهذا سيدفع أصحاب الأموال لا محال إلى إخراجها من كنزها والاستثمارها حتى يعوض المبلغ الذي فرض عليه فهو يستهدف فهو نظام مالي واقتصادي يستهدف كنز الأموال وعدم استثمارها لا بد أن يستثمرها وإلا تأكلها الزكاة 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 نظام اجتماعي تهدف الزكاة إلى تلاحم المجتمع وإلى تماسك تبقاته وإلى نشو المودة والمحبة بين أفراده والآفة المدمرة لأي أمة ولأي مجتمع أن تكون هناك فوارق عظيمة وتبقية مزهلة فيوجد من يسكن القصور الفاخرة التي قد لا يحتاج لي مرة في العام وبجوار الذي يسكن في البدروم ويعيش في أحشائه مع زوجه وأولاده ويوجد من يملك القناطير المقنطرة من الأموال وبجوارها الذي لا يملك قوت يومه الله أكبر ويوجد من يملك السيارات الفارهة ولا يجد ويوجد من لا يملك دويبة توصله يركبها أو دراجة حتى هذه الطبقية المزهلة في المجتمعات ماذا تفعل؟ تدمر المجتمعات تدميراً تنشر الحسد والحقد والبغضاء وتجعل هؤلاء الفقراء يتربصون بالأغنياء ويكرهونهم ويحسدونهم وهنا يتفكك المجتمع وهذه الطبقية المزهلة تقضي على مقوناته وتقضي على السلم بين الناس والمحبة والتآون والتعازم جاءت الزكاة تستهدف هذه الطبقية تنهيها لأنها تتكرر كل سنة ليس فقط ليعلم الغني أن الزكاة ليست مجرد شيء تفضل به بعض الأموال على الفقير أو بعض اللقيمات على فلان أو علان مرة يوماً أو أياماً ثم انقضى كل شيء لا الزكاة نصاب محدد ويتكرر كل عام إذن الفقير الفقراء لهم حق في الأموال كل عام في أموال الأغنياء وهنا توزع أموال الأموال توزيعاً على عسب الأنصب التي قدرها الله سبحانه وتعالى فتذوب هذه الطبقات والإحن والحسد والبغضاء بين أفراد المجتمع ينتهي أصبح المجتمع متلاحم مترابطاً ولا تنهض الأمم والمجتمعات إلا بتلاحم أفرادها وتماسك طبقاتها وأن تكون بينهم روح التعاون والتآذر أما روحش الفريق ضد الفريق وروح العداوة والكراهية ثقافة القراهية التي تبسر بين الناس تدمر المجتمعات تدمر أصولها تفدت المجتمع تضعفه لا يكون المجتمع قوياً متمسيق قديراً على صد الأعداء الزكاة نظام نظام سياسي لأن الدولة في الأساس هي من تتولى جمع الزكاة تقيم جهازاً مركزياً يقوم على هذه الزكاة يجمعها من والعاملين عليها هذا نظام وزارة تستهدف جمع الزكاة وإنفاق الزكاة بهذه المصارف التي حددها الله جل وعلياً نظام سياسي ليقوم فقط على الأفراد ومتى قصرت الدول لا يحمي هذا الأفراد أن كل واحد يخير الزكاة مالي ويبحث هو عن الفقراء من أقاربه ومن غيرهم والمساكين وينفق تقسير الدول لا ينفي مسئولية الأفراد عن إخراج الزكاة وهي نظام ديني عبادة عبادة يتعبدها المؤمن لله عز وجل كما أنه يسجد لله وكما أنه يحج بيت الله وكما أنه يصم رمضان لله جل وعلا يزكي ماله لله عبادة عبادة نظام ديني يتعبدها الله يتعبد الله جل وعلا بها ولذلك حين لا يؤدي المسلم الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليه سيخرج من عبودية الله لا محال أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الزكاة وجحد وجوبها فهو مرتد لأن الزكاة مما علم من الدين بالضرورة كما لو أن رجلا يقول الآن أن الخمر حلال أو أن الزنا حلال فهذا يشحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن هذه محرمات فهذا إجمع العلماء وكذلك سبحان الله الزكاة تطهرك من الشح والبخ إذا لم يخرج العبد الزكاة تعس عبد الدينار قال النبي وقالها النبي صلواته الله وسلامه عليه تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش خرج من عبودية رب العالمين إلى عبودية الدرهم والدينار والخميصة الثوب خرج لأن المال استعبده أذله المال لأن الزكاة استهدفت إلى أن يكون المال في يدك وليس في قلبك فمتى امتنع العبد أن خرج الزكاة صار المال في قلبه فاستعبده المال صيره عبداً له ونحن نرى الآن كثيراً من الأمم والشعوب عبيداً للدرهم والدينار والدولار والمال ليس عبيداً لرب العالمين سبحانه وتعالى ثم إن الزكاة نظام يستهدف حماية القيم وحماية حوزة الإسلام وبيضة الإسلام لماذا؟ لأن من أنصبة الزكاة وفي سبيل الله فإعداد الجيوش وإعداد العتاد والعدد له نصيب من الزكاة وفي سبيل الله وفي سبيل الله في قول جماهير أهل العلم الجهاد سبحان الله الجهاد زلوة سنام الإسلام الدفاع عن الأوطان الدفاع عن مقدرات الأمم الدفاع عن العقيدة الدين الزكاة يعد منها الجيوش ويصرف منها على الجيوش من مصارف الزكاة سبحان الله نظام ديني نظام خلقي طهر العبد من الشح والبخل جعله مستقيماً هادئاً مطيعاً لله جل وعلا المال في يدي وليس في قلبه وأخيراً عباد الله وليس آخيراً بغير الزكاة لا يكون المسلم لا ينال المسلم الخير الذي كتبه الله له قال الله تعالى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبه وبغير الزكاة لا يتميز المؤمن عن المشرك الذي لا يؤدي الزكاء فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وبغير الزكاة لا ينال المؤمن نصر الله ولا ولاية الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وبغير الزكاة لا يتميز المؤمن عن المنافق الذي لا يأتي الصلاة إلا هو كسلان ولا ينفق إلا وهو كاره وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وبغير الزكاة ينتشر المجاعات والقحط والجذب وقلة الصمرات وقلة البركات في المال والأهل والأموال فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم وانشووا ثقافة الزكاة بينكم كل مننا يكون مملغا لكلام الله جل وعلا ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلص المجتمع من هذه من هذه الآفة العظيمة وحتى يعود عبادا لله جل وعلا مطيعين له وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح نضر الله مرأا يعني جعل وجهه ناظرا جميلا حسنا نضر دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله مرأا سمع منا حديثا فوعاه فهمه فأده كما وعاه بلغه للناس رب مبلغ أوعى من سامعه إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسي وثن فيه بملائكتي وجميع خلقه فقال جل من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم عز الإسلام والمسلمين وعزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد أمن وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك والتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فرفق به واجعل عز الإسلام على يديه اللهم وكل عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم رحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم وحق دماءهم اللهم حق دماءهم اللهم إنهم حفات فحملهم عرات فاكسهم جوعا فأشبعهم اللهم مش في جريحهم اللهم مش في مريضهم وداوي جريحهم ورد المهجرين إلى ديارهم اللهم اردنا والمسلمين إليك ردا جميل اللهم اردنا والمسلمين إليك ردا جميل اللهم افتح لدينك في قلوب الناس اللهم مكن لأهل القرآن اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين اللهم اخفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والأزواجنا وذرياتنا وسائل إخواننا المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والميتين نك ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آل وأصحاب أجمعين وقم الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة